إذن إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بالجميع أصدقائي متابعي قناة أبو رزان أو فيال أعزائن ما كنتم داخل إسبانيا خارج إسبانيا أينما كنتم في العالم نتمنى كما العادة ودائما الفيديو إن شاء الله يلقاكم بخير ولا خير ويلقاكم يربي بظروف مزيانة فيديو غادي يكون قصير ولكن مخصص للمشتركين الجيش دي الأبو رزان المتتبعين دي هذه القناة هذه الناس اللي كي تيقوا فيها كنا نريد أن أعود أن أشكركم مرة أخرى على الثقة ديالكم في القناة كنا نريد أن أعود أن أشكركم مرة أخرى على الوقوف ديالكم في الجنب ديالها على التضامن ديالكم معها في هذه الثلاث يام ولها أربع يام من الأخرى لتعرضات الوحد الهجوم اللي هو شارس ما تخليتوش عليها ولو يعني الكوكبة كانت كبيرة قنوات اللي هما كبيرة والجيوش ديالهم كبيرة اللي هاجمونا وما تخلطوش عليها لأنها عندكم فيها طيقة والحمد لله ما خيبناش الضن ديالكم فينا الحمد لله يعني هو كل شي تفرش كل شي تورق تحجمك لنا حطيت لكم واحد لمونت هذا الصباح وقدت لكم الاخوانة انتوما انتظروا مني واحد للفيديو ان شاء الله باش نوضحوا في هذا الأمور هذه أنا وعدكم البارح بأنني ما قدش نبقى لديكم الوقت ولكن ضروري خاصنا يعني نبينوا على عرف قدرك نبينوا على عرف قدرك الحمد لله وأحنا بوجهنا علي يعني يعني إله ضرنا وقلنا وديها كين كنقضو بها الدنب ديالنا الوحيد علش تعرضنا لهذا الهجوم الشريس هو أننا ما كان لهتوش وراء الإعلام الفاشي كما قدت لكم قبيلة في المنتع ده الدنب ديالنا الوحيد أننا ما كان جراوش وما كان تسابقوش على الأخبار من أجل أنا ننذيرها أنا اللول لا كان ديروا شوية ذا التريوت وكانت سنفتكي يكون الخبر يعني متأكد وكان أعطيه للناس هذا هو الدنب ديالنا الوحيد خصوصا فهات القضية ديالنا ودي هذه قضية قادية جوج ديال الدول قادية تعالى قادية جوج ديال الدول واللي كتر من هات شي كينين ضحايا ورا هات القضية هذه ديالهات السيد كينين ضحايا لأنهم مضدمرين نفسيا وما خصناش للعبوها العاطفة ديالهم ولمودي هوا ما شدوها وما غيروا لي لأن هات الناس كيتسنوا ليلة نهار بقي عندهم الأمل يعني في القضاء الإسباني ياخذ لهم حقهم هات السيد كما كان طلبوه إحنا كاملي كان طلبوه مرة أخرى وما زال عندنا الطيقة فهذا القضاء الإسباني أنه ينصف هاتوك الضحايا دياله هذا هو السبب الوحيد علاش تعرضنا لهذا الهجوم دخلوا جيوش قانوات راني عارفين على من كان هدر لعندهم جيوش كبيرة كل ما ذوك الجيوش دخلوا لي أنا ما قدش نعمم ما قادرش بلغة تعميم ولكن عدد كبير ديال الناس بحلاوك كله واش نوليك يقول يقدفوا فينا في العائلات ديالنا الكلام النابي اللي ما نقدرش نخليه لكم تشوفوه كلهم التعاليق حبستم باش ميشوفوه مش الناس علاش فقط حي تقالوها الناس اللي كيتب عموما وهذا خطأ وهذا خطأ وخطأ كبير الرسالة اللي بغيت نوجج لهاد الجيوش هادو هاد اللي عواشروا في هاد العشر الأواخر دي الرمضان أنا ما قدش نسبكم وما قدش نرد لكم الصعب صعين ولا ما قدش نقضف فيكم ما ربونيش وولدي على هاد الأمور هذي والله يسامحكم أنا كان صدق عليكم بالعرض ديالي بالعرض ديالي قال الناس اللي دخلتوا وصبيتوا وقضفتوا وقلتوا الكلام اللي ما يتقالش الله يسامحكم عيرو كان ما تبقوش تطيحوا في هاد الفخ هذا مرة أخرى بدعوة أن لقال ذاك الشي الناس اللي متبعينهم انتم ما يعقالش حاجة خسكم تطيحوا تبعوا معها في الوقت لا احنا ما كان عبروش الانسان في ذاك الشي اللي قالوا لنا عليه وحنين خرين لا أبدا تأكدوا بحثوا وقلبوا ومليت عارفوا المعلومة صحيح هذه الساعة حاولوا تنتاقضوا ذلك السيد المهم نعود نأكد عليكم لا يسامحكم أنا ما غير نتابعكمش عواشر هذي والناس اللي كي سيروكم الناس اللي تحتوا في الفخ معهم كنقول لهم حسبي الله فيكم وانيعملواك ها هو كل شيء تورق ها هو كل شيء تتاضح ما كان لا استدعاء رسمية لا بالدليل لا خمسة ماي ولا العسرة ونص ديال النهار ما كان تشح هذا من القابلات هذو كل الإعلام الفاشي اللي تحتوا معه في الفخ وكدتوا كتغنوا به ها هو ده بخارج كي يكذب الخبر وكيقول بأن القضاء الإسباني أنفى يكون شيء استدعاء رسمي لها تسيد هذا للموتول أمام القضاء ما زل ما كان تشح حاجة كان هذا هو الفيديو ديال اليوم الإخوان والأخوات بغيت نديره قصير كما قلت للمشتركين للمتتبعين ديال هاد القناة هذه باش نشكركم على الطيقة ديالكم فيها ولو كانت البلبلة كبيرة ولكن رغم ذلك ما تخليدوش على القناة وبقيتوا واقفين معها وبقيتوا متشببتين بديك الطيقة ديالكم فيها فكنتشكركم مرة أخرى والصحة الفطور ديالكم حتى نتلقى إن شاء الله في الموضوع الآخر السلام عليكم اشتركوا في القناة